نعم أحمد دوير انفجرات لم يتوقف في منطقة خان يونس جراء القصف المدفع الإسرائيلي والقصف الجوي على مناطق مختلفة في محافظة خان يونس كانت هناك غارة على إحدى المنازل في منطقة شارع البحر غربي محافظة خان يونس وأصفرت هذه الغارة عن استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين وهناك مناشدات بضرورة وصول سيارات الإصعاف إلى تلك المنزل الذي تعرض للقصف أيضا كان هناك قصف في منطقة تجورة العقاد أصفر ذلك عن استشهاد مواطن وإصابة عدد آخر من المواطنين أيضا كان هناك غارات على منطقة حي الأمل والمنطقة الغربية من محافظة خان يونس أصفر هذا كله عن وقوع عدد من الإصابات والشهداء ولم تعلن وزارة الصحة حتى الآن عن إحصائية أعداد الشهداء والجرحة لكن الأوضاع صعبة ومعقدة نتيجة استمرار القصف والغارات الجوية الإسرائيلية على محافظة خان يونس أيضا هناك حصار لليوم السادس على التوالي لمستشفيات محافظة خان يونس سواء مستشفى ناصر الطبي أو مستشفى حي الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الجيش الإسرائيلي يمنع دخول أو خروج أي جريح أو أي مريض من تلك المشافي يتواجد حاليا في مستشفى ناصر قرابة 350 مريضا و150 كادرا من الكوادر الصحية ومئات الأسر النازحة داخل هذا المستشفى هناك نقص في الطعام ونقص في الشراب ونقص في الأدوية ونقص في مسلزمات طبية ونقص في الوقود خلال الأيام سينفذ الوقود الخاص بمحطات توليد الكهرباء داخل مستشفى ناصر الطبي وأيضا مستشفى الأمل يتعرض للحصار ولم يسمح بدخول أو خروج أي مريض من تلك المستشفى أيضا يسمح بين الفينة والأخرى دوي اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في محافظة خان يونس أيضا الفصائل الفلسطينية تبنت عدة استهدافات لأليات الجيش الإسرائيلي في تلك المحافظة أيضا بالانتقال إلى محافظة رفح هناك كان قصف مدفع إسرائيلي على محافظة الرفح وخاصة في المنطقة الشرقية لمحافظة الرفح ولم يتم الإعلان عن موجود إصابات حتى الآن لكن الطائرات الحربية الإسرائيلية والطائرات المسيرة تحلق على علوم منخفض في سماء محافظة رفح وهذا الهدوء النسبي لربما يتبدد في أي لحظة مع استمرار للتحليق المكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية والطائرات المسيرة في جميع محافظة رفح كباقي محافظة قطاع غزة نعم أي من كان هناك موجة طقس سيئة وأمطار كيف أثرت إن كان على النازحين أو من هم يبحثون عن مأوى في رفح نعم أحمد نحن أو الجميع يعلم بأن مليون ونصف نازح ونازحة في 60 كيلومتر مربع فقط من مساحة فلسطين في محافظة قطاع غزة عفوا يمكث هؤلاء النازحون في أوضاع سيئة جدا هناك مئات الألاف من الأسر نزحت باتجاه مواصي رفح ومحافظة رفح من أجل النجاة بأحبائهم وذويهم من هول القصف الإسرائيلي خلال الساعات الماضية مئات الخيام غرقت بمياه الأمطار هناك العديد منها تم اقتلاعها جراء اشتداد الرياح في محافظة رفح وهناك ما لم ينام طوال الليل من أجل عدم السماح لمياه الأمطار بدخول الخيام لمنع غرق الأغطية والفراش ومستلزمات الأسر الظروف صعبة وقاسية في ظل عدم وسائل التدفع من كهرباء من أيضا الحطب كل هذا هو غير متوفر لدى الأسر في الخيام الخيام مظلمة الخيام البرد ينخر في عظام الأسر النازحة في ظل فقدانهم لأبسط مقاومات الحياة في تلك الخيام الخيام ومراكز الإواء هي غير مخصصة للإواء أصلا هي مراكز عامة لا تتوفر فيها أبسط مقاومات الحياة هناك أزمات في المياه أزمات في كل شيء البنية التحتية لا تتسع لهذا الكم من النازحين هناك عجز وأزمة في دورات المياه والحصول على المياه وهناك نقص فيها الغذاء هناك توابير على الرعاية الصحية وعلى المخابز وحتى في الطرقات هناك بالكاد تستطيع أن تطع قدمك تلك الشوارع أو أنك تسير في مركبتك داخل هذه الشوارع هناك أزمة كبيرة أزمة متفاقمة نتيجة استمرار هذا العدوان ونتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي ما يصل عبر معبري كريم أبو سالم التجاري ومعبر رفح لا يلبي احتياجات الناس الناس بحاجة إلى مئات الشاحنات أن تصل إلى محافظات قطاع غزة بحاجة إلى مليون لتر من المحروقات أن تصل إلى قطاع غزة الناس بحاجة إلى العودة إلى منازلهم في المحافظات الشمالية كي يعيشوا في منازلهم وفي أرضهم شكراً أيمن أبو شنب مرايسي الغد كنت معنا من رفح